موسيقى عندما بدأت أدرب السواقة كان مرح عمرها عشرة عشرة سنين كانت على طول تركب معي في السيارة بدأت تطلع علي كيف بسوك كيف بمسك السيرنج سبعمل هيكل السيرنج يعني مش شايفي قدامي فكانت تخاف تعطيني إياها أتركها رايحة عند الجيران أنادي شباب والله صغار فاكلوا مجروا أنا شايف الهواي عندها من يومك ما ستركت السيارة ويها من 11 عام يعني شفت إنه هاي المينفش طبيعي كانوا يتفشوا السيارة معاي بس أوصل على منطقة بعيدة عن بيتنا إنه ما ما تسمعش السيارة وهي بتتشغل أشغلها طبعا ما كنتش أعرف غيار تاني كنت ألف كل الحارع أول كنت أحرك السيارة بلشت في سباك السيارات من عام 2009 تركت في أول سبيد لإلي كان في مدينة جنين أنا كتير بحب بلدي سباك الأوليني أنا صارت كتير مشاكل ولكل اللي عمل قال هذا حكي بصرش وهذا عيب ومش مع كل اللي بتعملون دي سبيها القهوية يا مراي يلا نفتحها اليوم سمعت سمعت هالخبر عزش مش مقول سمعت الجارة بتقولها ربت بسرعة أحسن كل موضوع اليوم حكي لهم بابا بنتي عند هاي الهواية لأ بدي أخليها تشارك بدي أخليها تسابق ورح تشوفوا إنها رح تغلب الشباب يعني أنا صراحة دعم المعنى ويعني لأكتر من المادة بكثير عندي هاي الهواية مش نازل أنا أتخوت لأنه في شباب بدي أنزل أثبتت إنه أنا عند هاي الهواية عند هاي الكدرة وعند الكدرة إنه أنا أنا أنافس الشباب غلب صار إنه لأ مراحزة حالكة لازم يتشارك في سباك السيارات ولازم ترفع اسم مجينيم ولازم ترفع اسم فلسطين فهد إنجاز كتير منيح بالنسبة لي بالنسبة لي المجتمع اللي أنا عايشة بالصراحة دعشة البنزين بتعني لي كتير أشياء فبحس بحرية بحياتي ما أشعرت فيها أتمنى الموضوع بكثير بتعمل إفنت زي هاي دايما وأتمنى أنا بيتماشد فيه وأحكي مع هدول الجيل الطالع لحتى أعطيهم دفعة إيجابية لقدام ويشتغلوا على إنهم يغيروا فكرة هاي المجتمع الصراحة شعور كتير رائع تبروك ملاح 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 ملاح